السلام عليكم عندنا فيديو جديد نتكلم عن سماعة اذن من شركة متخصف مجال الصوتيات Shure SE215 طبعا هذه السماعة نزل منها نسخة قديمة لكن كانت بالسلك لكن هذه نسخة لعمامكم نسخة لاسلكية تعتمد على تقنية بلوتوث 4.1 طبعا هذه سعرها 559 درهم او رياض سعودي اذا حبيت تاخذ النسخة المحدودة اللي امامك الرابط موجود فيه خانة الوصف متوفرة من خلال متجر سماعة ايضا فيه منها الوان اذا حبيت فشيء كان رابط للمزيد من المعلومات بداخل الصندوق رح تلقى الاشياء الاساسية وشيء كويس جدا صراحة انه رح تلقى سماعة وسائد الاذن باحجام مختلفة فيه منها ايضا الفوم لو حبيت وهذا الشيء ايضا موجود سلك الUSB الى المايكرو سبي لشحن هذه السماعة اداة اللي تنظيف هذه السماعة ملقاط لأيضا ثبات السماعة خاصة لو كنت تلقى تبغى تنزلها بشكل سريع جدا فهذا الشيء ايضا ممكن رح يفيدك واخيرا وليس اخيرا حافظة تصميمها مختلف تماما عن سماعة السلك اللي هي SE215 لازالت بجود تصنيع عالية جدا مميزة جدا صراحة تصميمها انيق لابد الحدود بامكانك ازالة السماعات عن السلك نفسه في حال انه وصار ضرر على السلك ما يحتاج تشتري السماعة تحتاج مثلا تشتري السلك او ممكن شركة تنزل النسخة مطورة مثلا فتشتري بس السلك ما يحتاج تشتري السماعة فحركة كويسة طبعا السلك جاي من المطاط فبالتالي في الجهة اللي باسفل السماعة نفسها بامكانك لفها بشكل قوي جدا بحيث انها تكون محكمة لما تدخلها جو الاذن تركض تنطط ثابتة وبشكل رائع جدا وبسبب تصميم سماعات الاذن بشكل عام جدا وباستخدام الفوم تحديدا فانها تأزل بشكل جيد جدا ليس الافضل مقارنة بالسماعات اللي تقدملك تقنية العزل للضجيج لكن جربتها وركضت فيها ولاحظت انه نسبة العزل كانت يعني ما بين السبعين الى ثمانين بي المئة ما عندي اية مشاكل فيها في قطعتين من نفس السلك الاول خاصة بالبطارية والثانية للازرار مع المايكرو يو اس بي الازرار هذي مسؤول عن التحكم بمستوى الصوت الملفات الصوتية تشغيل او اطفاء او التفعيل المساعدة شخصية سواء كان من جوجل او من ابل الازرار بارزة وراح تقدر تتعرف عليها بشكل سهل جدا جدا سهل بالنسبة البطارية فممكن تشحنها لمدة خمسة عشر دقيقة تعطيك ساعتين من الاستماع للملفات الصوتية طبعا عطتني الى ثمان ساعات واربعين دقيقة وجدت ان البطارية جيدة جدا مقارنة يعني بعدد كثير من الاستماعات اللي تقدملك نفس المفهوم طبعا يبغالك تتعود على نفس المفهوم بحيث انك تقدر تحتها وراء راسك او قدام الراس ما ادري انا حسنا وراء الراس افضل لكن اما هني اعتمد عليك الامر اولا واخيرا بالنسبة للميكروفون فالصوت كان الشخص اللي كانت معني ما واجهه مشكلة من ناحية انه في صدى او ان الصوتي ضعيف اموري جدا كانت في السليم بالنسبة لجودة الصوت فهذه شركة شور يعني واش تتوقع شركة متخصة في مجال الصوتيات والصراحة الصوت خرافي يعني السبب اللي خليك راح تشتري هذي هو الصوت يعني في موضوع كام شكل عام ممتاز على هذه السماعة مقارنة بالسعر اللي راح تدفع لدرجة انه ممكن تسمع الالات الصوتي وتفرق بينها ما بينها وبين الشخص اللي مثلا قاعد يغني على سبيل مثال فالصراحة سمام ابرز يعني نقطة قوية فيها جودة الصوت كانت فيها ممتازة حتى الصوت كان عالي جدا رفعت الى مئة بالمئة ما حسيت انه فيه ضياء في الصوت او الجودة قلت لما رفعتها بمئة بالمئة لكن افضل انك تحطها ما بين السبعين وثمانين ان الصوت فيها عالي جدا عالي فهذه كانت تجربتي لشور SE215 صراحة سعرها يستاهل مقارنة بالامكانيات اللي انت راح تاخذها من خلال هذه السماعات شاركونا برايكم في خانة التعليقات و لا تنساني اذا عجبك الفيديو اضغط على زر اللايك نشر الفيديو و جرس التنبيه ما راح يضرك شيء شوفكم مكان ان شاء الله السلامة